الباب التاسع ومئتان باب استحباب ركعتين بعد الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي متفق عليه وهذا لفظ البخاري الدف بالفاء صوت النعل وحركته على الأرض والله أعلم